هذه قصة الثلاثة ذكرها البخاري ومسلم في صحيحيهما وهي مشهورة بقصة كعب مالك كعب مالك رضي الله عنه حدث بهذه القصة وباختصار أخبر رضي الله عنه أنه لما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد غزوة الشام وهي معركة تبوك بيّن أنهم سيخرجون إلى تبوك وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه يوري يعني لا يحدد ما إن سيذهب صلى الله عليه وسلم حتى لا تنتقل الأخبار إلى الجواسيس وغيرهم فكان يوري هذه المعركة أعلن بوضوح إلى أين هو ذاهب إلى الشام إلى تبوك حتى يستعد الناس لأن الرحلة طويلة تكلم أنت من المدينة إلى تبوك ألف كيلو على بعارين ينطلقون يعني مسافة وإذا قلنا ثلاثة أشهر فانطلق صلى الله عليه وسلم في رجب كما بيّنه فأمر الناس أن يستعدوا يقول كعب بن مالك فهممت أني أستعد للخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم لكني تباطأت السهالة ما عندي شيء أجهز نفسي حزتها قرب الرحيل اقترب طويل الناس طويل الناس طويل الناس طويل لين أعلنوا أنه سينطلقون يقول لي يا مدين ما أطول إن شاء الله يقول ثم انطلقوا فلما انطلقوا قلت أدركهم قل أدركهم حتى بعدوا قلت أيضا أدركهم وليتني فعلت لكن سبحان الله تثبيت الشيطان للإنسان لاحق لاحق تؤو الناس لاحق تؤو الناس تؤو الناس راح أو يعني تقريبا يعني مثل نحن الحين يعني أذن يلا روح نحن تؤو الناس بقى علي قامة تؤو الناس ثلث ساعة يلا يقيم بعد تؤو الناس يلا بقى عشر دقائق ايه لا عشر دقائق على المسجد قريب يمديني الحين إن شاء الله تعلم شوي غمضة عيني شوش شديد طلعت الصلاة فالإنسان لا لا يتماهل إذا عزمت فتوكل على الله أبدا لا تتماهل شوف شون كعب المالك هنا تماهل حتى انطلقوا ثم قال أدركهم ولم يقدر الله له أن ينطلق خلفهم يقول ما قدر الله لي وليتني لكن ليت ما تنفع كما يقول ليت ما تنفع ما تبني بيت بيتا يقول فانطلقوا ثم بدأت أمشي في المدينة فلم أجد إلا مغموصا بنفاق أو معذورا ما في أحد في المدينة كل يشوفوا من المدينة يا واحد معروف بالنفاق يا واحد من أهل الأعذار مريض عبد فقير وأنا ما فيني شيء يقول ما أصلا كنت جاهز وعندي راحلتين وعندي كل شيء ما عندي شيء يمنعني من الذهاب مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فضاق صدري وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى إذا قفل النبي راجع صلى الله عليه وسلم خلص انتهت المعركة مضت الأشهر الثلاثة رجع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر كعب بن مالك أن النبي سأل عنه هناك قال أين كعب بن مالك فقال رجل من الأنصار حبسه عطفاه يعني يبي الراحة يبي الثعاء هذا يعني تكلم فيه كلاما سيئا يعني فدافع عنه معاذب الجبل رضي الله وقال يا رسول الله ما علمنا إلا خيرا ما نعلم عن الرجل الرجل صالح وقال للرجل هذا اللي تكلم قال بئس ما قلت يعني اذكر أخاك بخير أو اسكت يما حبسه عطفاه يعني يبي القعدة يبي الراحة يبي كذا فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وفيه واحد قريب من كعب بن مالك أيضا تأخر لكن لحقه بهم وهو أبو خيتمة الأنصار فهذا لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن كعب بن مالك لم يلحق فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان من عادته أنه إذا رجع يبدأ بالمسجد فيصلي ركعتين فجاء إلى المسجد وصلى ركعتين صلى الله عليه وسلم فجاء المعدرون يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين فجاء النبي هذا يقول أنا عدري كذا وأنا عدري كذا وأنا كنت مريضا وأنا ما عندي فلوس وأنا يقول كعب فجئت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخلت عليه قال ما الذي حبسك يا كعب لماذا لم تأتي معنا فقال والله يا رسول الله أوتيت يعني لسانا يعني أنا أستطيع أني أعتذر منك بأي عذر أنا متكلم ولكن قد علمت أني لو حدثتك بحديث كذب تصدقني فيه يوشك الله أن يسخطك عليه والله يا رسول الله ما كان لي عذر ما عندي عذر فقال النبي لأصحابه أما هذا فقد صدق أما هذا فقد صدق قال اذهب حتى يحكم الله فيك وذكرنا أن سبعة أو خمسة أو تسعة مختلف فيهم في عددهم الذين ربطوا أنفسهم بالسواري سواري المسجد ثم قال لا نفك أنفسنا حتى يفكنا الله تبارك وتعالى أو يفكنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي وأنا أيضا لا أفكهم ثم تاب الله وعليهم فكهم النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى أمرهم هؤلاء السبعة أبو لبابا وأصحابه كعب من مالك لا ما ربط ما ربط نفسه في المسجد ثم أتى النبي وهو يقول يعني قل أحد يريد أن يغيب عن القتال يغيب ثلاثون ألف ما في لهم سجل تكتب فيه الأسماء ما أحد يجيب هذا جاو إلا ما جاو كذا أبدا إلا أن يفضحه الله أو يسأل عنه فلما يقول خرجت من النبي صلى الله عليه وسلم جاءني أناس من بني سلمة فقالوا أنت لم ما علمنا عليك أنك أذنبت هل أذنبت الآن اكذب ويكفيك استغفار النبي صلى الله عليه وسلم يعني كذبتك مقابل استغفار النبي لك صلى الله عليه وسلم أنت يا أمر خلاص لماذا لم تكذب كما كذا بغيوك قل إني مريض إني معذور إني كذا إني كذا وكذا يقول فما زانوا بي يلومونني ليش تقول الصج ليش تعترف كان كذبت كان قلت أنا مشغول كان كنت أنا مريض قلت أنا نسيت أي شيء يقول فما زانوا بي حتى كنت أرجع شو اسم هذا يتكلم عن يعني حط نفسك مكان انت لهم ضع نفسك مكانه كيف هذا الضغط اللي عليه كان كذا كان يقول كنت أرجع النبي ويقول لا لا أنا معذور أنا معذور كنت أكذب نفسي يقول ثم سألت هل معي أحد يعني قال قال الصدق وأخطأ يعني لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نعم مرار ابن الربيع وهلال ابن أمية يقول فذكروا لي رجلين صالحين ذكروا لي رجلين صالحين قلت فيهما أسوة يقول ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمقاطعتنا لا يكلمنا أحد نحن الثلاثة وظللنا على ذلك خمسين ليلة ما أحد يكلمنا أبدا نهى عن كلامنا يقول أما صاحباي فلزم البيت كل واحد لزم بيته ويبكي من الندم والألم والهم والحزن أني ليش ما خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فكنت أشبهم فكنت أخرج من البيت وآتي السوق وآتي المسجد وأصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى إني إذا صليت دخلت المسجد أسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم أنظر هل حر كشفتيه هل رد علي السلام أم لم يرد علي السلام يقول فإذا كبرت أشعر أن الرسول ينظر إلي إذا التفت من الصلاة صد عني يقول يصد عني فالمهم استمر ذلك فينا أربعين ليلة يقول حتى في يومي الأيام خرجت متضايقا ما أحد يكلم ما أحد يسلم عليه يقول فتسورت جدار أبي قتادة يقول وكان ابن عمي فدخلت عليه فقلت السلام عليكم ورحمة الله فلم يرد علي السلام قلت له ألا ترى أني أحب الله ورسوله فسكت قلت له ألا ترى أني أحب الله ورسوله فسكت لا رسول من عني كلمنا أحد قلت له ألا ترى أني أحب الله ورسوله قال الله ورسوله أعلم الله ورسوله أعلم يقول فبكيت من قهر هذا والد عمي يقول لك شوف حتى طاعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم هذه يسمونها عقوبة اللي يقول الهجر والهجر الاثنين العصات والمبتدعة وهنا هجر العصات قال الله ورسوله أعلم فبكيت وتصورت الجدار يقول وفي يوم الأيام وأنا في السوق فإذا نبطي يعني رجل من النصارى من الغساسنة جاء يسأل عني أين كعب بن مالك أين كعب بن مالك والناس يشيرون إلي هذا كعب بن مالك فأتاني فقال هذه رسالة من ملك الغساسنة فقرأتها يقول كنت قارئا قرأتها فإذا فيها بلغنا أن صاحبك قد جفاك بلغنا أن صاحبك وصلهم الخبر هنا غساسنة النصارى بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله في داري هوان أقدم علينا نكرمك تعال عندنا نعزك حين قلت هذا والله من البلاء فأخذت الرسالة فألقيتها في التنور وهذا فيه كما يقول ابن مقيم رحمه الله تعالى أن الإنسان إذا يعني كان عنده يعني الأمور التي تفسد عليه حياته أنه يتخلص منها بعض الناس الآن مجلات أو أفلام أو بعضهم يشتكي يقول أنا أشاهد الأفلام أو أشاهد كذا أو أمشي مع ناس سيئين أقطع العلاقة خلاص مباشرة يقول فيممتها التنور فأحرقتها ثم بعد مضي أربعين يوما على أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجراننا وعدم مكالمتنا جاءني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أحد من أرسله النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تفارق امرأتك قال أطلقها قال لا ولكن فارقها حتى زوجتك ما تقعب معها بعد أربعين يومين يقول فجئتها فقلت لها الحقي بأهلك حتى يقضي الله في هذا الضغط الآن الذي على كعب من مالك هذا كله تربية له عقوبة لكن فيها تربية لماذا لأن هذا من الخلص من الصالحين من التقياء وذاك كانت العقوبة أشد عليه الأوزاعي أرسل رسالة إلى أبي جعفر المنصور وكان خليفة المسلمين وابو جعفر المنصور يرجع نسبه إلى عبد الله بن عباس بن عبد المطلب يعني من أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البيت فأرسل الأوزاعي رسالة إلى أبي جعفر المنصور قال إنك من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الواجب عليك أعظم من الواجب على الناس والطاعة عليك أحق من الطاعة على الناس والخطأ منك أعظم منه من الخطأ من الناس انتبه لا تفخر بقرابتك من النبي صلى الله عليه وسلم بالعكس هذه القرابة يلزمها أمور أن لا تتدنس بشيء وأن تكون أول من يلتزم وأن تكون أول من يطيع فإذا جاءت العقوبة هنا شديدة على كعب المالك ومن معه وهنا نتذكر قول الله تبارك وتعالى حتى وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم يعني الأرض على ساعتها ضاقت عليهم وحتى أنفسهم ضاقت عليهم من الهم والضيق لأنها كلا كانت بس رحلة حكتبوك عودة صحيح كان متوقع قتال ومتوقع احتمال الموت احتمال كذا احتمال كذا ما صار شيء سرحان الله لكن هذه المعصية التي فوت ماذا ترتب عليها من العقوبة لهؤلاء الثلاثة بينما المنافقون تركوا لأنه لا ينفعهم لا تنفعهم العقوبة عقوبتهم في الآخرة يقول فقلت للرسول اطلقها قال لا فقط فارقها فقلت له الحق بأهلك زوجة هلال بن امية اتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول ان هلال ابن امية يعني منذ وقع ما وقع وهو لا يتحر يبكي وما في حيل ابدا فهل تأذن لي ان اخدمه يحتاج حد يخدمه لان معزول امن المجتمع هل تقبأ ان اخدمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بشرط ان لا يقربكي ما في جمع ان لا يقربكي قالت والله يا رسله بعيد عن ذلك ليس فيه الا البكاء لأن النهار يبكي على ما وقع منه ثم مضت هذه الايام العشرة حتى تم له خمسون يوما يقول بينما انا اصلي الفجر على سطح منزلي اذ سمعت صائحا يصيح ابشر يا كعب ابن مالك ابشر يا كعب ابن مالك فعلمت ان الله قد انزل شيئا ثم خرجت الى النبي صلى الله عليه وسلم وجاءني اناس يبشرونني لكن الصوت وصل قبل اعلى لان صعد على الجبل قال يا صار يصيح ابشر يا كعب ابن مالك فاما جاءني الذي سمعت صوته نزعت ثوبية وعطيتها البشارة حتى عندنا البشارة اذا بشرك بالشيء تعطيه تكرمه يقول فنزعت ثوبية وعطيتها اياه للمشارة بس ما عندي ثوب ثاني البسه فاستعرت ثوبا من احدهم ثم لبسته وجئت النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا من الذي عاقبه الله جل وعلا وامر النبي بذلك صلى الله عليه وسلم والان اول ما جاءته بشارة يذهب الى النبي هذه محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم لو غيرك ان يزعل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول عاقبني وكذا وكذا وانا شرهان عليه لا 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 يذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم عليه الان سيكلمني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فلما قدمت قام الي طلحة بن عبيد الله وهنأني وصافحني على توبة الله علي سبحانه وتعالى يقول ولا انساها لطلحة هذه لا انساها لطلحة حتى جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقرى عليه هذه الآيات وعلى الثلاثة الذين خلفوا يقول ولم نكن وليس معنا خلفوا يقول كعمالك ليس هو تخليفنا عن عدم ذهابنا مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا تخلف اما خلفنا اي خلفنا في قبول عذرنا خلفنا الخمسين يوما وليلة التي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه يعني وصلوا الى هذه المرحلة انه لا ملجأ من الله الا اليه سبحانه وهذا ليقينهم وايمانهم واذا قالوا الصدق هم مؤمنون اتقياء لكن زلت القدم وهذا مصداق وقو الله ففروا الى الله المؤمن اذا وقعت منه المعصية في حق الله فر ايضا الى الى الله سبحانه وتعالى وظنوا ان لا ملجأ ولا منجأ من الله الا اليه يقول وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه قال ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم يقول ابن القيم فتوبة العبد بين توبتين من الله سبحانه وتعالى اي انسان يفعل معصية توبته بين توبتين من الله تبارك وتعالى لان ليس كل من يفعل معص يتوب في هناك من يفعلون المعاص ويستمرون عليها او ينسونها ولا يتوبون منها واكثر المسلمين طبعا انهم اذا فعلوا المعاص يتوبون الى الله تبارك وتعالى ثم يتوب الله عليهم سبحانه وتعالى قال ثم تاب الله عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم كيف تكون توبة بين توبتين التوبة الاولى من الله ان يوفقك للتوبة لان ليس كل احد يتوب هناك من ينسى هناك من يهمل هناك من يتساهل لكن كونك تتوب من الذي وفقك للتوبة الله هو الذي وفقك للتوبة ثم تبت ثم قبيل توبتك سبحانه وتعالى واذا قالوا توبة العبد بين توبتين من الله يتوب عليك بتوفيقك تتوب اليه يتوب عليك بغفرانه سبحانه وتعالى وقبولي توبتك جل وعلا